نصفر لنا برنامج نفس العديد من الأدوات من نشاة الأشعار فعلى سبيل الأمل يمكنك بعض التحسين على نموذج Pro-Catalog اللي يوجد بإنساء حيات السابقة مثل نقوم بإضافة شعار الشركة لكل صفحة حيات التقريب ونعمل ذلك نضغط على نامج من شعار الأدوات ثم نضغط على لرشاة التقريبية لشعار الشركة نضغط على حق ونختار الصور التي نريدها من بعض الهوارية ونضغط على حق فيتن إضافة شعار الخاص بشركة ونضغط على الأبعاد برسمها لكثير لإضافة الشعار بالكامل نضغط على تغيير أبعاد التحكم من الشعار بالكامل نضغط على أنصر التحكم ونضغط على قائمة Form نضغط على مقائمة أسهل فيتغيير أبعاد التحكم من العرض أسهل كامل ونضغط على المشاحة ونضغط على قائمة أسهل لداخل أسهل نضغط على تغيير أبعاد Detail ويتناسب لأسهل المدرجة لهذا الجزء ونضغط على للحق للشريط بإدتشفوثر وإلى أن نفصل على المناسطة ونضغط على شعار ونضغط على الأسهل ونضغط على شعار إلى المنتصف الأسهل تقريبا ادنا سننصد من تعديل النموذج لعمل ذلك مؤشر على حافة النموذج ثم نضغط الصحب لها الى الداخل الخارج الى النصف الأعاد التي نحصل تقريبا كما نتغيير عرض النموذج الى محدد على موضوع المربوط وليعمل نضغط ضغط المناجع على الموضوع في الركن الـ H&W للتقريب ثم اللوحة المتغيير الـ Format داخل أفعال ونسخل العرض في إن ويدو وليقفل التقريب ويمكننا من تقسيم الصحة لأكثر وذلك لها المثالة خالية ذات المثالة بعرض النموذج الى الأشجلات فنرى الساحة في الجزء من صفحة النموذج خالية ومن السجلال هذه فإذا أردنا بالأمثال نموذج الى الأشجلات من صفحة النموذج بحيث يتم تقسيم الصحة النموذج الى الأشجلات من صفحة النموذج نفتح الـ File ونفع الـ Page Setup هذه القائمة ومن لوحة المتفل ومن لوحة المتفل نفتح الأعمدة ونريدها في الشريط نفتح الأرقيمة في هذه القائمة وندخل العرض في المتفل ثانية وارتفاع في الشريط ونضغط ونقرس كل شجل في الجلالغاية القصصة نقوم باستطيل حول الحقول فنضغط مستحرك من الشريط ثم نرسم القطيل حول هذا العنصر ثم نرسم القطيل حول هذا العنصر ونضغط على الحوار وللستضغط على نهائي المتفل نضغط الـ View سيسم نفس المتفل تضغط المعينة ونرسم بأن البرنامج قام بتقسيم الصفحة إلى عمي لاستغلال الصفحة بالكامل كما يرى بشعار السريك على كل صفحات أثناء كما نرى